هذا كل ما تحتاجونه إذا كنت تستعمل جوبل كروم لن يؤثر هذا عليك اضغطنه اضغطنه تمام الآن سيقول لك من فضلك ادخل اسمك ان كان اسمك محمد فادخل اسمك محمد وان كان اسمك شيء آخر فادخل شيء آخر تمام الآن ادخل انت الآن في الغرفة التفاعلية طيب كيف استخدم هذه الغرفة ستجد هنا اسماء الحضور تمام انا سادخل باسم آخر الآن اول ما تدخل الى الغرفة التفاعلية ستجد هنا اسماء الحضور من هنا مثلا في المدرس سيكون شعاره بالازرق مثلا في ماجد وانت محمد هذا اسمك تمام اذا ضغط هنا ماذا سيحصل ستنجد هذه القائمة الاسفل اذا ضغط عليها مرة الاخرى ستصعد الى الاعلى هذه قاءة هنا الدردشة مثلا اذا كتبت انت السلام عليكم تستطيع ان تكبر الخط تمام والافضل ان تكبر الخط يمكنك ان تخرج هذه تصغر هذه او يمكنك ان تقوم بتكبيرها طبعا لما تصغرها اين تنزل تنزل تحت هنا في الاسفل هل رأيتم؟ طيب يمكنك ان تستخرجها كذلك حتى تكبرها تكبر حجمها وتصبح هذه الكتابة عندك اوضح شيخنا ما رأيي المذهب في تقسيم المياه مثلا تمام؟ يظهر السؤال هنا ويمكنك ان تعيد هذه هنا او ان تستخرجها او ان تنسخ الدردشة حتى اذا اردت ان تنسخ الاجوبة طيب انا اريد ان اطلب منكم امرا وارجو من الجميع ان يتقيد به اولا عندما نكتب لا نكتب شيخنا ما رأيك بي تمام؟ لا تقلق سنتظر سؤالك حتى تكمله فاكتب شيخنا ما رأيكم في حكم الطهارة من كذا وكذا وكذا تمام؟ وترسل السؤال برسالة واحدة ارجو ان الاخوة كذلك لا يكثرون من رسائل جزاك الله خيرا الامور التي تشتت الشيخ اثناء الدرس حتى يتسنى للشيخ رؤية اسئلتكم جميعا تمام؟ طيب لنفرض انك انت جربت ولم تنجح في الدخول عن طريق المتصفح العادي يمكنك كذلك ان تقوم بتحميل برنامج الغرفة الصوتية تمام؟ طيب قبل ذلك هناك لو وجهتك مشكلة ما سمعت الصوت بس جرب مكبرات الصوت تأكد ان الاعدادات تعمل بشكل جيد تمام؟ من خلال هذه الشاشة تأكد ان الاعدادات تعمل بشكل جيد من خلال هذه الشاشة اطمئن ما احد يستطيع يراك من الكاميرا وان اردت اغلق الكاميرا مثل ما انا مغلقها وضع عليها شيئا تمام؟ وتأكد غير الاعدادات الصوت اذا كانت لا تعمل السماعات عندك طيب اذا كنت انت تريد ان اذا ما اشتغل عندك حاول ان تحمل تطبيق وزايكيو في تطبيق لهم الآن اريك اياه تذهب الى وزايكيو دوت كوم وهنا وزايكيو دوت كوم تمام؟ وفي اسفل الشاشة هنا اسفل اسفل الشاشة اخر موقع ستجد هنا في الاسفل download for windows تطبيق تقوم بتحميله او اذا كان عندك ما كنتش اذا كان عندك كذا تقوم بتحميل التطبيق وتشغيله وبعد ذلك نفس الخطوات تدخل الى موقع بصائر وتقوم بالضغط على الرابط طيب اشكركم على المتابعة واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقوا